أكو قصة ملفتة للانتباه لماذا الكتاب القرآن الكريم يحرق أمام السفارة العراقية في السويد ويحرق أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن ليش العراق تحديدا لأن مرتكبي هذه الأفعال هم من أصول عراقية ولأن إقاماتهم في هذه الدول بعد لما تكتمل ويريدون تحقيق مصالح أنوية ذاتية قصيرة من خلال أفعال شنيعة كهذه من أجل أن يحصلوا على الحصانة والإقامة فالمسألة مسألة معروفة وهنا أطرح أمام الرأي العام وأمام أبناء شعبنا هذه الأهداف المنخفضة في سلوكها وفي تعبيرها وفي ممارساتها وهي مدانة وبأشد العبارات هذه الأفعال بهذا المستوى وفي أكثر من دولة إلى ماذا تؤشر؟ هي تؤشر إلى التزامات حقيقية للحكومة العراقية ووزارة الخارجية في أن تتخذ موقف لأن السؤال الذي طرح بدءا هو لماذا العراق يحمل على ناصيته هذا الحمل الثقيل وينهض بعبء هذه المسؤولية وكأنه الدولة المسلمة الوحيدة الجواب لأن هذا الحدث وقع أمام سفارتي جمهورية العراق في ستوك هولم وكوبنهاجن والمساس بالعلم العراقي جاء رديثا لهذا العمل ثم جاءت إجراءات الدبلوماسية العراقية لتوخي ما ينبغي على وزارة الخارجية بهذا الشأن فوزارة الخارجية العراقية هي انعكاس لقيم الدولة العراقية وأخلاق شعبها العراقي الكريم الذي يرفع هذه الممارسات والأعمال ولذلك بالوقت الذي أشرت إلى كل ما سلف من الكلام هنا علي أن أؤشر من جديد إلى أن الحكومة العراقية إذ تدين وبأشد العبارات حادثة اقتحام سفارة مملكة السويد في بغداد وإحراقها ويأتي هذا الالتزام ضمن حماية أمن البعثات ودعم طواقمها الدبلوماسية للعمل كجزء من التزام العراق باتفاقية فيينة لتنظيم العلاقات بين الدول ودولة الرئيس محمد الشيعة السوداني إثرى البيان الذي رشح عن الاجتماع رفيع المستوى الذي رأسه دولة الرئيس بحضور صاحبي المعالي وزير الخارجية والداخلية ورئيس أركان الجيش وعدد من القادة الأمنيين أفاد بأنه لا يمكن السماح على الإطلاق بتكرار هذا الفعل الذي تعرضت له سفارة مملكة السويد الإجراءات الرادعة والقانون العراقي وملاحقة السلطات المعنية العراقية لكل من ينوي أن يفعل هذا الفعل ويحققه في الواقع إذن بالوقت الذي نجددوا التزامنا باتفاقية فيينة لتنظيم العلاقات لكننا ننهض بدور وطني ينسجم مع قيمي مؤسسات الدولة العراقية وأخلاقيات الشعب العراقي وبالتالي هذه الأحداث وقعت أمام سفارتي جمهورية العراق في السويد وفي الدنمارك